معنا من إربيل الخبير العسكري والستراتيجي إحسان القيسون أهلا بكم سيد إحسان عبر اسكانيوز عربية هل هناك أي معلومات إضافية؟ ربما هناك روايتان بداية حديث عن قصف تركي ثم نفي من قبل البشمرقة بأن تلك الضحايا وقعوا ضحية كمينا من قبل حزب العمال الكردستاني تحية لك وتحية للمشاهد الكريم لا واقع وضحية لكمين حزب العمال الكردستاني التركي لأن قليل كردستان أراد رفع حجة تركيا باجتياح مناطق في دهوك بحجة مطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني فارتأت قوات البشمرقة أو وزارة البشمرقة بأن تنشر قوات من قوات البشمرقة لكي تقوم بالتمشيط وتطهير هذه المناطق ورفع حجج تركيا بالاجتياح الشبه يومي لمناطق في محافظة دهوك أو في كل محافظة أقليم كردستان تركيا هي تنتهك القوانين الدولية بعدم احترامها مبادع حسن الجوار وأيضا تركيا لعبت استراتيجية المخادع استراتيجية المخادع هي في عملية السلام الذي عقدتها مع حزب العمال الكردستاني التركي وإدخالها كل أعضاء حزب العمال الكردستاني التركي بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة إلى أراضي إقليم كردستان وبهذه الطريقة المخادعة نقلت تركيا حربها ضد حزب العمال الكردستاني من الأراضي التركية إلى الأراضي العراقية وبدأ العراق الآن يعاني من هذه المخادعة الكبيرة التي عجرتها تركيا ولكن سيدتي إذا أردت أن تدخل حربا فعليك أن تعرف قدرات عدوك هل أن الجيش العراقي وقوات البشمرقة مستعدة أن تقوض حربا ضد القوات التركية المتواجدة على أراضي إقليم كردستان؟ طبعا لا فلذلك يجب أن يتجهوا نحو السلام أي المفاوضات أو الاتجاه قبل ذلك سيد إحسان هل هذا الكمين وعدد الذين سقطوا اليوم وهذه الحادثة اليوم تؤدي إلى صراع قد يتأجج في الداخل بين قوات البشمرقة وحزب العمال الكردستاني سيدتي إقليم كردستان مستهدف مستهدف بسبب استقلاليته في القرار السياسي والأمني لا يتبع تركيا ولا يتبع إيران فلذلك نرى بأن إقليم كردستان مستهدف من قبل الميليشيات الولائية ولا ننسى عدة عمليات استهدفت أربيل وأيضا مستهدف من حزب العمال الكردستاني ومستهدف من قبل إيران وتركيا ولا ننسى هناك تخادم بين حزب العمال والميليشيات الولائية التي تستلم أوامرها من إيران وأيضا هناك تخادم بين هؤلاء الأثنين وأيضا تنظيم داعش الإرهابي فلذلك الأقليم مستهدف من قبل كل هذه التنظيمات الإرهابية ومستهدف أيضا من قبل دول الجوار الذي تركيا يوميا نصحوا على اشتياح أو قصف مدفعي أو قصف جوي وأيضا فتح مراكز عسكرية داخل الأراضي العراقية وأخيرا فتحت قواعد عسكرية كبيرة داخل الأراضي العراقية والحجة واضحة وهي مقاتلة حزب العمال الكردستاني التركي ولكن يبدو بأن أردوغان حلم الدولة العثمانية لا يغادره نعم من أربيل الخبير العسكري والاستراتيجي إحسان القيصون شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك